اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها طالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني اسمعت البرج اللي نفترض انك انت اسمعت برج الحمل وروحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او التحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان ننقرب المسألة الى اقرب خاني ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعة اسمع طالعة طبعا بالنسبة لالكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاي من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين اه ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة راح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعاء على الخميس اه يعني بكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احداش سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف راح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتو تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي الها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج الجوزاء طبعا يا موليد برج الجوزاء معروف انو الان بدنا نحكي عن وضع الكواكب وبما انو عندك اول اشي الشمس وعطارد اللي بيتراجع موجودات في بيتك الثاني فهذا بيت المال الشمس بيعطيك فرص وبيفتح لك مجالات اللي هاي علاقة بالمال او تطور الامور المالية او المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من هبات مساعدات اعمال اضافية هدايا ام يعني كل الامور حتى تحصيل الامور ممكن تيجي حتى الامور اللي اللي لها علاقة بالفواتير بالالتزامات سدادها جمعيات قروض بنوك اي اشي الو علاقة بالمال بيترتب دائما منحط البيت الثاني هو اقواها وبما انه عطارد بيتراجعه كوكب الافكار معناته رح يوديك على وساوس وعلى افكار او على مشتريات او يحببك باشياء انت مش بحاجتها عشان تتملكها فبتزيد مصاريفك وبتزيد دفعاتك بتخليك تورط حالك بمشاكل مالية كبيرة انت بغنى عنها فحاول انك تنتبه لهاي النقاط اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة عندك في البيت الاول فهي بتدعمك بشكل قوي جدا بتعزز من تواجدك من ثقتك بتعطيك طالع او حيوية عالية جدا تستقطب الناس لا اليك وبتحبب الناس فيك برضو في المقابل هاي بتحبب الجنس الاخر فيك فمنك كثير يا موليد برج الجوزاء ممكن الشهر هذا يدخلوا بعلاقة يكون نهايتها ارتباط او تتطور علاقة عندهم لمرتبة الارتباط او يتقدم لهم عريس بشكل تقليدي يعني عريس يجي يطلب بنت بدون ما يحبها ولا تحب ولا يشوف فعشان هيك الفترة هاي جيدة بالنسبة للزهرة اما بالنسبة للبيت الثامن اللي هايلك اللي هو الجدي فالجدي معروف انه بلوتو والمشتري وزحل موجودين فيه وبيتراجعوا الثلاث يعني ثلاث كواكب عنيفة بطيئة بتتراجع في بيتك الثامن فهاي بتخلي هذا البيت اللي له علاقة بالاموال اللي ما بتعود لك يعني اللي مش ملكك ملك غيرك ولكن انت في هاي اللحظة بما انه هاي الكواكب بتشتغل بالطريقة هاي فهاي بتعركس عليك اما ديون او اذا بتسعى بقرض بتعركس عليك تفتح لك اشياء اللي ها علاقة بالمواريث بتكون بشكل سلبي ممكن تطالب بميراث وما تحصل عليه ممكن تفتح لك بعض المجالات اللي اللي لها علاقة بالديون فيتراكم عندك الديون ممكن يجي شخص يقولك اكفلني تكفل وينصب عليك ويروح سهل التغرير فيك برضو سهل انك تفقد مقتنياتك يعني بتنساها بتعرف شوان حطيتها بتوقع منك بدك تركز برضو على النقاط هاي بشكل ايجابي برضو بيحمل بعض الاشياء اللي اللي لها علاقة بالعائلة يعني بصحة قريب لإلك او صحة احد افراد العائلة ممكن شوي انها تكون فيها نوع من انواع القلق ولكن هاي بتكون دائما اضعف توقعات البيت الثامن اما بالنسبة للمريخ اللي موجود في بيتك 11 بيتك 11 بيت الاصدقاء فهذا بدعمك على انك تتحرك مع الاصدقاء او تنشط مع الاصدقاء في اعمال شوي تكون فيها نوع من انواع الخطأ او الاغلاط او الجراء الغلط يعني التهور بمعنى اخر وفي نفس اللحظة بتخليك تحاول انك تسيطر على الاشخاص والاصدقاء اللي انت بتعرفهم فهاي ممكن تسبب خلافات او تفقد صديق انت من وراه هاي الامور حاول انك ما تفرض سلطتك على اصدقاء ولا تدخل في شؤونهم عشان ما تكون الامور سلبية اما بالنسبة لنبتن في بيتك العاشر وهذا بيت السمع فانت هنا يعني هذا رح يشككك في اشياء لها علاقة في مكان عملك في سمعتك بيخلي الاوهام تشتغل في راسك اما بتشك في بعض الاصدقاء او زملائك في العمل بيتآمروا عليك او رئيسك بالعمل بيضغط عليك لانه بيقرهك وبدو يطيرك من الشغل كلها هاي اوهام كلها افكار صحيح ممكن تصدف انه يجي شخص يصير معاها هاي الامور ولكن بنسبة عالية جدا بتكون هاي كلها افكار في ناس بتسرب معلومات عنك في ناس بتوشي عليك في ناس كلها هاي الاشياء اللي لها علاقة بالسمعة كل الاشياء اللي لها علاقة بالسمعة بالفترة هاي بتلاقيها انه في ناس بتحاول انها يعني او مش ناس انت بتتهول الامور الزيادة او بتتخوف من الامور الزيادة اما بالنسبة لأورانوس اورانوس موجود في بيت متاعبك فهذا اللي دايما بفاجأك بالمتاعب يا متاعب على مستوى العمل يا متاعب على مستوى صحتك يا متاعب على مستوى احد افراد العائلة يعني بيجيب لك المشكلة بطريقة سريعة جدا او مفاجئة جدا 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 للك لدرجة انه انت ما بتكون عارف شو سبب هذا اللي صار معك هيك فجأة صارت الامور هيك هاي الخطوط العريضة للتوقعات طبعا هاي مش توقعات اسبوعية يعني هاي منحطها بضمن توقعات شهرية ولكن انا بحب اذكر دائما الخطوط شو سبب الاشياء الايجابية اللي بتصير معك من تأثيرات الكواكب وبما انه الفترة هاي كل الكواكب تقريبا عامل زوايا يعني ما في غير الزهرة هو الوحيد اللي فالت من الموضوع هو القمر ولكن كلها هاي الكواكب الثاني كلها بتحدث او بتعمل اشياء فيها نوع من انواع السلبية عشان هيك كل الاحداث السلبية اللي بتصير او الاضرار اللي بتصير كلها الها علاقة بحركة الكواكب اللي احنا مننبه عليها اسبوعيا احسن من توقعات شهرية خلينا نروح على تحركات القمر والتوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات عليك هذا الاسبوع من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بكون موجود بالقوس يعني مقابلك مباشرة هاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او في مجال العاطفي يعني ما بينكم وبين الازواج هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة هسا بيجي واحد يقولك ايه هسا كنت تحكي ايجابية وهسا صرت تحكي سلبية القمر دائما لما بيكون مقابلك بعطيك ايجابيات على مستوى الشراكة والعاطفة ولكن سلبيات وانه هو بضغطك وبقلل من طاقتك ممكن في هاي الفترة تتعرض لبعض المضايقات او خلافات او اشياء تستفزك برضو بدك تنتبه فيها لصحتك من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الجدي بتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ما تتشبث بمواقف متصلبة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية كلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعة على الخميس القمر بصير موجود في الدلو فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او امور الها علاقة باتصالات بعيدة مع اشخاص خارج البلاد او يعني تشعروا برغبة في التفاهم مع احباكم يوم مناسب او فترة مناسبة لا اجراء مقابلة او اجتياز امتحان ولكن ما تعتمد فيها على الحضوض بدك تستعد ثم لقاء او فرصة تفتح لك ابواب لها علاقة بالسفر او تعامل مع شركات خارج البلاد او مؤسسات تعليمية او دراسية تعليمية يعني كل الامور هاي وبرضو امور لها علاقة بالتسويق والنشر او الدراسات العليا ابتفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اهم ايش انك تتحرك على جميع الاصعي دي ما تترك شيء يعني يضيع من ايدك لانه كثير حضوض رح تكون بالفترة هاي من منتصف ليه اليوم الاربعاء وحتى يوم الاربعاء على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحود طبعا هون القمر صار موجود في بيت السمعة بيتك العاشر فعشان هيك الفترة هاي بكون فيها اشياء لها علاقة بالعمل او بحث عن عمل او تعزيز عمل كلها هاي شغلات ايجابية برضو بتحملك بعض الفرص بالتعامل مع زملاءك او رؤساءك بالعمل اهم ايش انك انت ما تخالف القوانين وما تدخل باشياء شوي تكون متهورة ممكن الفترة هاي تلقي على عاطقك مسئولية صعبة وتعيش تجربة مهمة بيتقرر بعدها مصير مسألة ما كون منتبه كون منتبه لكل شيء ما تترك الطيش او السهو انهم يتسببوا باخطاء لا تغتفر هيك من توقعاتنا لذا الأسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء